اهلا احبائنا مشاهدينا اليوم ما اكتر الانشغلات اللي بتمر او بتعاني منها الناس ومعظم الاحاديث عن الامور اما السياسية او الدينية او عن الوباء وكأنه كل شيء صار في الحياة موضوع الوباء موضوع السياسي موضوع الانتخابات موضوع مين صح مين غلط مين القوي مين الضعيف مين الديان السائدة مين كل هذه الاسئلة اللي عم تخلق اجواء من القلق والتوتر في حياة الناس وكأنه الموضوع اتفلت وزمام الامر اتفلت وكأنه الله خارج الصورة انا عاوز اشجع كل واحد بشاهد هذا الفيديو انه الله حي والله موجود في الصورة وانه مهما يحدث كتير مرات امور يائسة وبائسة عم بتصير وعم نستغرب وعم نتساءل وينك يا رب وهل انت شايف اللي عم بصير وهل انت سامع صرخاتنا تأكد انه الله يعرف كل شيء وانه الله يراقب كل شيء وانه كل شيء له توقيت بتعرفوا لما كان يسوع المسيح على الارض اتكلم عن ثمن التبعية وفي لوقة اصحاح تسعة بيتكلم عن تلميذ جاءوا ليسوع المسيح وارادوا ان يتبعوا يسوع المسيح ولكن تركيز اليوم عن اذهب ونادي بملكوت الله فكان التلميذ الثاني طبعا اللي طلب من يسوع قال له ائذن لي ان امضي اولا وادفن ابي فقال له يسوع دع الموتى يدفنون موتاهم واما انت فاذهب ونادي بملكوت الله الغرض اليوم مش شرح الاية ولا التكلم عن ثمن التبعية ولا انه نتكلم عن شو بيقصد يسوع المسيح لهؤلاء التلميذ التلاتة اللي طلبوا يتبعوا يسوع المسيح ولكن دايما الكلمة اللي رنت في راسي انه قال يسوع اما انت يعني شيل تفكيرك عن اي امور دنيوية عندك شيء في هذا الوجود اذهب ونادي بملكوت الله حتى التلميذ قبل صعود المسيح من جبل الزيتون الى السماء سألوا يا رب متى ترد الملك لإسرائيل اجاب وقال ليس لكم ان تعرفوا الازمن والاوقات التي جعلها الاب في سلطانه لكنكم ستنالون قوة ما تحل الروح القدس عليكم وتكونون لشهود في ارشاليم وفي كل اليهودية والسامرة والى اقصى الارض وبينما التلميذ منشغلين في مجيء المسيح ثانية ومنشغلين في ملكوت المسيح قال لهم ليس لكم ان تعرفوا الازمنة والاوقات في اوقات في ازمنة الله رتبها الله هو اللي له السيادي والسلطان الكامل المطلق على كل شيء هو الذي يعلم كل شيء ولكن انت عندك وظيفة وحدة اشهد عن يسوع خبر عن يسوع اتكلم عن يسوع اكرس بيسوع وهنا يقول نادي بملكوت الله ملكوت الله غير ملكوت الناس مملكة الناس سوف تزول وسوف تنتهي وكما قال النبي دنيال قديما ان الله يقيم له مملكة لا تنقضي ولا تزول مملكة ابدي وهذا الملكوت ابتدأ من خلال مجيء يسوع المسيح ولسيما خاصة بموته وقيامته فنحن نكرز بهذا الملكوت الجديد هذا الملكوت طبعا في ملك والملك هو يسوع المسيح وكل رعاية الملكوت هم الذين توجوا يسوع المسيح ربا وملكا على الحياة والكيام فقال يسوع ان ملكوت الله لا يأتي بمراقبة كأن هنا او هناك او هذا الحدث او هذه العلامة انتبه من هذا الموضوع فاليوم الناس منشغلة في كل الامور السياسية وعم منحلل هذا الرئيس تتميم لنبوة وهذا اللي عم بصير تتميم فعلا انه احنا خلاص الرب يسوع جاي هو جاي اكيد جاي ولكن احنا شغلنا مش هذا هو الاهتمام الناس عم تصرخ الناس عم تبكي الناس عم تتألم الناس عم بتمر في ظروف قاهرة وصعبة جدا انت شو ممكن تعمل من اجل الناس حتى تريحها اعمل الخير انشر ملكوت الله ملكوت المسيح وهاي الملكوت له مبادئ والمبادئ بتشوفها في عزة المسيح على الجبل وهذا الملكوت ومبادئ الملكوت مفيش متله ولا في اي مكان في هذا الوجود فانت تقدم رسالة شفاء رسالة تحرير رسالة خلاص رسالة حب ضد الكراهية رسالة اللي محتاج العالم يسمعها ولسيما اليوم كترت الكذب والمراوغة والقيم يعني عم تتحل والامور الاخلاقية عم تهوى الى الحضيد وكل الامور عم تزداد سوء ولكن في ملكوت يسوع في ملكوت سماوي في ملكوت لا ينتهي يبتدئ من خلال لحظة تتويجك ليسوع المسيح لانه الانسان ابدي هذا الجسد اللي شايفه سبعين تمانين تسعين مئة سنة المكسيموم رح يرجع ويصير طراب بس من حالة ولادتك النفس ابدي فمشان هيك لا تغامر ولا تقامر ولا تجازف بابديتك اما انت خل الامور كل العالم البشر المهتم فيه خليه تهتم بس انت عندك عمل اربح نفس ليسوع المسيح عشان لما تواجه يسوع تواجهه بابتسامه وتواجهه باشراقة امل انك انت كنت امين ومحب وخدمت باماني بغض النظر شو اللي عم بيصير في العالم اما انت فاذهب ونادي بملكوت الله والربي بركك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة